أهلا بكم في الهاجادة من مصادر قصص أنبياء القرآن موسى لمرشد إلى الإلحاد وابن المقفع طفولة موسى لمرشد إلى الإلحاد وابن المقفع مع تعديلات وإضافات لمرشد إلى الإلحاد بداية نلاحظ أن محمدا قد أخذ من قصة أم إبراهيم في الهاجادة وأعطاها لأم موسى في القرآن حيث أخذ تفاصيل مشاعر أم إبراهيم وهذه التفاصيل لا توجد عن أم موسى في التوراة بل حتى في الهاجادة المليئة بالأساطير والمشاعر المبالغ فيها لا تجد على التوراة سوى أنها مدت على الصفت السلة مظلة صغيرة لتضليل الطفل قائدة الكلمات ربما لن أعيش لأراك تحت مظلة الزواج ثم تركت الصفت إلى آخره ثم يرد المؤلف عددا من المصادر يرجى العودة إلى قصة إبراهيم الهاجادية كما ترجمناها سابقا يقول القرآن أن امرأة فرعون هي التي وجدت موسى في السلة وانتشرته من اليم وتبنته مع أن التوراة تقول أن التي فعلت هذا كانت ابنة فرعون ثم أخت فرعون بعد موت الأول انظر الخروج الفصل الثاني الآية ثلاثة وعشرون إذن يضع محمد الزوجة محل الإبنة الآية من سورة القصص فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عينا دي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أن نتخذه ولدا وهم لا يشعرون القصص الآيات ثمانية إلى تسعة سفر الخروج الفصل الثاني الآيات خمسة إلى عشرة فنزلت ابنة فرعون إلى النهر لتغتسل وكانت جواليها ماشيات على جانب النهر فرأت السقطة بين الحلفاء فأفسلت أمتها وأخذته ولما فتحته رأت الولد وإذا هو صبي يبكي فرقت له وقالت هذا من أولاد العبرانيين فقالت أخته لابنة فرعون هل أذهب وأدعو لك امرأة مرضعة من العبرانيات لترضع لك الولد فقالت لها ابنة فرعون اذهبي فذهبت الفتاة ودعت أم الولد فقالت لها ابنة فرعون اذهبي بهذا الولد وأرضعيه لي وأنا أعطي أجرتك فأخذت المرأة الولد وأرضعته ولما كبر الولد جاءت به إلى ابنة فرعون فصار لها ابنا ودعت اسمه موسى وقالت إن انتشرته من الماء نهاية الاقتباس الآن لاحظ ما تقول القصة الهاجالية في موضوع موسى ينقذ من الماء موسيس ريسكيوت فروم دوورتر وهو تفصيل لا تذكره التوراة اقتباس في وقت ترك الطفل في المياه أرسل الله حرارة محرقة لإصابة المصريين لكي يعاني كلهم البرصة والدمام للمؤلمة ترموتيس ابنة فرعون أرادت التخلص من الألم الحارق بحمام في مياه النيل ولكن عدم الارتياح الجسماني لم يكن سببها الوحيد لتركها قصر أبيها لقد عزمت على تطهير نفسها أيضا من نجاسة عبادة الأصنام التي سادت هناك ثم يرد المؤلف عددا من المصادر باللغة الإنجليزية إذن فابنة فرعون أي الشخص الذي تبنى موسى وتولاه بالرعاية كانت لا تعبد الأصنام هذه الصفة يعطيها القرآن لزوجة فرعون التي تبنت موسى ويقول عنها أنها كانت مؤمنة آمنت بموسى والله من سورة التحريم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وروا البخاري في كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إلى قوله وكانت من القانتين الحديث 3411 حدثنا يحيى بن جعفر حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمذاني عن أبي موسى رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسيا امرأة فرعون ومريم بنت عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام والحديث 5418 حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة الجمدي عن مرة الهمذاني عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام تعليق من عندي لاحظ مرة أخرى احتقار محمد للنساء نهاية الملاحظة ورواه البخاري بأساند وألفاظ كثيرة نكتفي منها بهذا القدر ورواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها الحديث ألفان وأربعمائة وثلاثون حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدالله بن نمير وأبو أسامة حاء وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة وابن نمير ووكيع وأبو معاوية حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبدت بن سليمان كلهم عن هشام بن عروة والضبض حديث أبي أسامة حاء وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال سمعت عبدالله بن جعفر يقول سمعت علي بالكفة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويدت قال أبو كريب وأشار وكيع إلى السماء والأرض تعليق من عندي على هذا الحديث من الواضح أن علي بن أبي طالب هنا يحاول تكريم خديجة لأنها أم زوجته فاطمة وهكذا هي أحاديث الصحابة هي كلها تحيزات شخصية كما كان يفعل محمد في متحي من يحب وذنب من يكره نهاية التعليق الحديث ألفان وأربعمائة وواحد وثلاثون وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا وكيع حاء ملاحظة من عندي أتقد أن حرف الحاء يعني حديث وإذا سأقرأها حديث نهاية الملاحظة وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر جميعا عن شعب الحديث وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري واللوض له حدثنا أبي حدثنا شعب عن عمر بن مرة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون وإن فضل هايشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام استدراكات معجزات ميلاد موسى في الهاقادود ورد في قصة ميلاد موسى في الهاقاليات أن أمه لم تعاني ألما في حمله ولا وضعه وأن لحظة ظهور الطفل تلألأ كل البيت بتألق مساوى لشعاع الشمس والقمر وكانت هناك معجزة أعظم فلم يكن عمر الطفل بعد يوما عندما بدأ يمشي ويتكلم مع أبويه وقيل عنه في الهاقاليات كذلك أنه ولد مختوناً ونقرأ فيما جاء في كتاب أساطير اليهود أمه حينما حمدت به رأت رؤية ثم يرد المؤلف عدداً من المصادر باللغة الإنجليزية مثل هذه القصص عن ميلاد البطل أو القديس نراها كثيرة في نصوص كل الديانات مثلاً المسيحية في أناجيذها وبالنسبة للإسلام فالأحاديث وبدايات كتب السيرة كسيرة ابن هشام عن ابن إسحق وسيرة الرسول ابن كثير من كتاب البداية والنهاية نقرأ تفاصيل أسطورية كهذه مطابقة تماماً كأنما تكاد منقولة بالحرف عن الهاجادة عن موسى ونقرأ من مسند أحمد بن حنبل الحديث سبعة عشر ألف ومئة وخمسون حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية عن ابن صالح عن شعيد بن شويد الكلبي عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن أرباض بن شاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني عبد الله لخاتم النبي وإن آدم عليه السلام لمنجدل في طينته وسأنبئكم بأول ذلك دعوة إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤية أمي التي رأت وكذلك أمهات النبيين ترين يضيف المؤلف هامشاً فيقول حديث صحيح لغيره دون قوله وكذلك أمهات النبيين ترين شعيد بن شويد الكلبي روى عنه إثنان وذكره ابن حبان في الثقات وقال البخاري لم يصح حديثه فذكر الحافظ في تعجمته فالتعجيل أنه يريد هذا الحديث وقال وخالفه ابن حبان والحاكم فصححه وقال البزارو في كشف الأسطار المجلد الثالث الصفحة 113 شامي لا بأس به وعبد الله بن هلال السلم لم يسميه عبد الله إلا عبد الرحمن بن مهدي وهو خطأ وصواب عبد الأعلى نبه على ذلك عبد الله بن أحمد بأثر الرواية 17154 وقد ترجمه الحسيني في الإكمال الصفحة 251 وقال مجهول ولم يترجم له الحافظ في التعجيل وهو على شرطه وترجم له البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل باسم عبد الأعلى بن هلال ولم يذكره في الرواتي عنه سوى اثنين وذكره ابن حبان في الثقات فهو مجهول الحال وأخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة من طريق الإمام أحمد بهذا الإشناد مختصرا وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير المجلد السادس الصفحة 68 إلى 69 ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ المجلد الثاني الصفحة 345 والطبري في تفسيره الحديث الفان واثنان وسبعون والفان وثلاث وسبعون والمجلد الثماني وعشرون الصفحة 87 وابن حبان الحديث سجدة آلاف وأربعمائة وأربعة والطبراني في الكبير المجلد الثامن عشر ستمائة وتسعة وعشرون والآجري في الشريعة أربعمائة وواحد وعشرون وأبو نعيم في الدلائل تسعة والبيهقي في الدلائل المجلد الثاني مئة وثلاثون من طرق عن معاوية ابن صالح به وسيأتي برقم سبعة عشر ألف ومئة وواحد وخمسين وسبعة عشر ألف ومئة وثلاثة وستين وقوله صلى الله عليه وسلم إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم عليه السلام لمنجدل في طينته له شاهد من حديث ميسرة الفجر السالف برقم ستة عشر ألف وستمائة وثلاثة وعشرون بلافظ قال قلت يا رسول الله متى جعلت نبيا قال وآدم بين الروح والجسد وإسناده صحيح وذكرناه هناك بقية شواهده وآخر من حديث خالد بن معدان عن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن إسحاق في السيرة المجلد الأول مئة وقمسة وسبعون ومن طريقة أخرجه الطبري الفان وسبعون والحاكم المجلد الثاني ستمائة والبيهقي في الدلائل المجلد الأول ثلاثة وثمانين عن ثور ابن يزيد عن خالد بن معدان به بلظ أنا دعوة أبي إبراهيم وبشر أخي عيسى ورأت أمي حين حمدت به أنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام وإسناده صحيح وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وزيادة رؤية النور الذي أضاء له قصور الشام ستأتي في الرواية التالية وإشهد لها كذلك حديث عدب بن عبد السلم سيرده برقم سبعة عشر ألف وستمائة وثمانية واربعون وفي إسناده بقية ابن الوليد مدلس ويسوي وقد عن عن وحديث حديمة السعدية عند ابن إسحاق في السيرة ونقله عنه الذهبي في السيرة النبوية المجلد الأول واحد وخمسون وقال هذا حديث جيد الإسناد تعليق من عندي يعني لا معنى لهذه الأسانيد طالما أن محمدا يمدح نفسه فلا دليل في الموضوع نهاية التعليق ويرد المؤلف الحديث التالي سبعة عشر ألف ومئة وثلاثة وستم حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع حدثنا أبو بكر عن شعيد بن شويد عن الأرباض بن شارية السلمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبي وإن آدم هذا منجدل في طينته وسأنبئكم بتأويل ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى قومه ورؤية أمي التي رأت أن أخرج منها نور أضاءت له قصور الشام وكذلك ترى أمهات النبيين صلوات الله عليهم نهاية الحديث الحديث سبعة عشر ألف ومئة وعحد وخمسون حدثنا أبو العلاء وهو الحسن بن شوار قال حدثنا ليث عن معاوية عن شعيد بن شويد عن عبد الأعلى بن هدال السلمي عن أرباض بن شارية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول إني عبد الله خاتم النبي فذكر مثله وزال فيه إن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت منه قصور الشام ويضيف المؤلف هذه الملاحظة حديث صحيح لغيره وهذا إسناد مكرر إسناد سابقه غير أن شيخ أحمد وشيخ شيخه هما الحسن بن شوار وليث وهو ابن سعد وهما ثقتان وبين حال بقية الرجال هناك وأخرجه ابن سعد في الطبقات المجلد الأول مئة وثمانية وأربعون عن الحسن بن شوار بهذا الإسناد وأخرجه الطبري في التفسير الحديث الفان واثنان وسبعون والطبراني في الكبير المجلد الثامن ستمائة وثلاثون من طريقين عن ليث بن سعد به وذكرنا شوائده في الرواية السالفة الحديث سبعة عشر الف ستمائة وثمانية وأربعون حدثنا حيوة ويزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن ابن عمرو السلمي عن عدبة بن عبد السلمي أنه حدثهم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف كان أول شأنك يا رسول الله قال كانت حاضنتي من بني شعد بن بكر فانطلقت أنا وابن لها في بهم لنا ولم نأخذ معنا زادا فقلت يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا فانطلق أخي ومكثه عند البهم فأقبل طيران أبيضان كأنهما نسراني فقال أحدهما لصاحبه أهو هو قال نعم فأقبلا يبتدراني فأخذاني فبطحاني إلى القفة فشقا بطني ثم استخرجا قلبي فشقاه فأخرجا منه علاقتيني سوداويني فقال أحدهما لصاحبه قال يزيد في حديثه ائتني بماء ثلج فغسلا به جوفي ثم قال ائتني بماء برد فغسلا به قلبي ثم قال ائتني بالسكينة فذرأها في قلبي ثم قال أحدهما لصاحبه حسه فحاصه وختم عليه بخاتم النبوة وقال حيوة في حديثه حسه فحصه وأختم عليه بخاتم النبوة فقال أحدهما لصاحبه اجعله في كفة واجعل ألفا من أمته في كفة فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم فقال لو أن أمته وزنت به لمال بهم ثم انطلقا وتركاني وفرقت فرقا شديدا ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي رقيته فأشفقت علي أن يكون ألبسا بي قالت أعيدك بالله فرحلت بعيرا لها فجعلتني وقال يزيد فحملتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي فقالت أديتي أمانتي ودمتي وحدثتها بالذي لقيته فلم يرعها ذلك فقالت إني رأيته خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام ويرد المؤلف هنا بعض التعليقات على سند هذه الأحاديث لا أرى فائدة من قراءتها ولكن تعليق سريع على الحديث الذي قرأناه نجد أن محمد كان مصابا بنوع من الغرور ربما كنوع من الدفاع النفسي لأنه كان يعيش حياة مليئة بالاضطهاد والعذابات نهاية التعليق ابنة فرعون الذي ورد في التوراة صريحا في الأسطورة بسفر الخروج أن التي تبنت موسى هي ابنة فرعون لكن القرآن يجعلها زوجة فرعون ومن غير المؤكد هل كان هذا تعديلا لأجل حفكة درامية مختلفة قرة عين لي ولك أم نتاج خطأ وتشرع في فهم بعض النصوص الأفوكريفية كمثال فإن جزنبرغ يلاحظ أن وحي أو رؤى الشيبيلات سيبيلين أوراكلز وليوم ثري تو هندرد ففتي ثري يتحدث عن الملكة التي أنقذت موسى من الموت غرقا لكن يبرهن نص يوسيفوس حيث يجعل مريم مريام أخت موسى تخاطب ابنة فرعون كملكة مع أنه ونفسه يصرح بوضوح أنها كانت ابنة فرعون جوسيفوس أنتكوتيز نومبر تو نين وليس زوجة للملك أن المقصد مجازي والتوراة نصت بوضوح على أنها ابنة فرعون فلم يكن كتبة الأفوكريفة ليعدل هذا بأي تلاعب تفسيري لعدم إمكانية ذلك وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون القصص الآية 9 ومن العجيب كم الضعف الإملائي عند كتبة الرسم الأثماني وهي حقيقة أشار لها أحد الشيوخ في كتابه القرآن نظمه ورسمه وحقيقة الحرص على تعليم أطفال ما زالوا يتعلمون الإملاء والهجاء هذا الأسلوب الخاطئ في الكتابة من أسباب إفشال تعليم كتابة اللغة العربية وروا الإمام أحمد حتثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك من نساء العالمين بأربع مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون وخديجة بنت خويدد وفاطمة بنت محمد وقد تكونت فيما بعد في روايات أحاديث محمد الصحيحة أن اسمها آسيا بنت مزاحم ولا أعرف ما دخل مزاحم في المسألة جوجة فرعون الصابرة ويقول البعض دونا أحاديث عن ذلك كظن منهم أنها أدى بها إيمانها ورفضها لجوجها إلى الاستشهاد تعليق من عندي ربما هذه كانت من إضافات الرواة فربما كان الرواة يتفاخرون بالنفوذ وأنهم رواة علم عن نبي الإسلام فهذا ممكن جدا نهاية التعليق جاء في القرآن أنه بعد أن أنتشد موسى من الماء وحرمنا عليه المراضع من قبله فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إذا أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون القصص 12 إلى 13 أي أن الله حرم على موسى الرضيع المرضعات حتى يرده آل فرعون إلى أمه الفيولوجية لترضعه وتشبع من رؤيته هذا التفصيل عدم قبول موسى الرضاعة من المرضعات التي جلبهن آل فرعون موجود في القصة الهاجادية فقط وغير موجود في التوراة بل في التعليقات الهاجادية لعلماء اليهود فتحت عنوان موسى ينقذ من الماء موسيز ريسكيويد فروم دو ووتر وفي شفقتها عزمت على إنقاذه فأمرت بجلب امرأة مصرية لإرضاع الطفل لكن الصغير رفض رضع الذبن من ثاليها كما رفض رضعه من الواحدة تلو الأخرى من النساء اللواتي أحضرنا إلى هناك هكذا كان أمر من قبل الرب لكي لا تفتخر إحداهن وتقول لقد أرضعت الذي يتكلم الآن مع الشكينة ولا كان الفم المقدر له التكلم مع الرب أن يتنجس بالتغذي من الجسد أن نجس القذر لإمرأة مصرية ثم يضيف المؤلف بعض المصادر باللغة الإنجليزية تعليق من عندي لاحظ أن فكرة النجاسة هذه تشبه كثيرا فكرة النجاسة في الإسلام نهاية التعليق تروي القصة تفصيلا آخر غير موجود في التوراة اقتبسه محمد من القصص الهقالية عن عقم ابنة فرعون امرأته في القرآن كحبكة تراجدية روائية أكثر تأثيرا وتبنيها لموسى ليكون ابنا لها ووليا للعهد تقول القصة في موضوع طفولة موسى كان فهم موسى أعدى بكثير من سنه لاحظ معلموه أنه يبدي فهما حدا أكثر مما هو معتاد بالنجبة لسنه كانت كل تصرفاته في طفولته تعد برجل عظيم في المستقبل وعندما كان عمره ثلاث سنوات فقط منحه الرب حجما لافدا أما وسامته فكانت جذابة جدا بحيث كان الذين يقابلونه دوما وهو محمول في الطريق مجبرين على الالتفات والتحديق إليه كانوا يتركون ما هم في طريقهم لفعله ويقفون ويضلون مدة طويلة ينظرون له لأن محبة الطفل كانت مذهشة بحيث أشرت أنظار المشاهدين له لقد لاحظت ابنة فرعون أن موسى طفل فائق للعادة وتبنته كابن لها لأنها لم يكن لها طفل فأعلمت أباها بعزمها بصدده بهذا الكلام لقد جلبت طفلا إلهيا في مظهره وفي عقله الممتاز كما وأني تلقيته كهدية من النهر بطريقة رائعة لذا فكرت أنه من الملائم أن أتبناه كابني وكواليث إمام ذكتك وبعدما تكلمت هكذا وضعت الطفل بين يدي أبيها فأخذه وحضنه إلى صدره ثم يضيف المؤلف بعض المصادر باللغة الإنجليزية تزعم كذلك الأسطورة الهاجالية اليهودية أن ابنة فرعون فيما بعده خرجت مع بني إسرائيل وأنها تزوجت من كالب بن يوفنا الذي كان له مع ياشوع بن نون موقفه الشهير ضد الأربعين جاسوسا الذين قالوا لن نقدر على الفلسطينيين واحتلال أرضهم لأنهم جبابرة أقوياء الشداء حسب نصه سفر العدد وسفر التثنية فالتورة ونص القرآن في سورة المائدة 23 إلى 26 وأن هذا كان الشخص الصالح المناسب له لصلاحها وتقواها وأعمالها التقية وفقا لنص تلك الأسطورة الهاجالية التي لا ترعي مقاييس الزمان وأن كاذبة كان شابا ثتيا وبنت فرعون حسب الأسطورة التوراتية عجوزا جدا أو ميتة نقرأ الآية وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون القصص الآية 9 والآية أن اقذ فيه في التابوت فاقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وأولقيت عليه محبة مني ولتصنع على عيني طاه الآية 39 راجع النص الهاجالي السابق علىه فعلى ضوءه يمكن فهم هذه الآية ومعنى إلقاء المحبة الذي يقصده محمد فهو يشير إلى الأسطورة الهاجالية عن طفولة موسى بصورة واضحة بين القصص الهاجالية أيضا لاحظت بعض القصص والروايات الإسلامية الأسطورية الهاجالية عن موسى مثل أنه عندما كان طفلا أخذ التاج من رأس فرعون ووضعه على رأسه وهذا يذكر بقصة شرد موسى للحياة فرعون وكذلك بقصة رفسه لعرش فرعون في كل القصتين الإسلامية واليهولية كان هناك اختبار لموسى للتبين إن كان ما فعله عن تمييز للخير والشر وللصواب والخطأ وذلك بتخييره بين قطعة من الجمر وحجر كريم جزع وفي القصة الإسلامية تمرة بلح موسى كاد أن يمد يده إلى الجوهرة لو لأن ملاكا أنقذه وجعله يأخذ الجمر ثم يضعها في فمه فيكوى لسانه ويصبح بطيء النطق غير واضح في كلامه لبقية حياته مما أقنع فرعون أن موسى غير مدرك للصواب والخطأ ثم يرد المؤذف عددا من المصادر أود أن أضيف هنا ملاحظة مهمة نسي المؤذفون إضافتها وهي أن قصة إنقاذ موسى من الغرق وهو طفل رضيع هي بالضبط تشبه قصة شرجون الأكدي الذي قالت الأساطير القديمة أن أمه وضعته في مهد ووضعته في النهر ليلتقطه الملك ويقوم بتبنيه ومن ثم لاحقا يقوم شرجون بالانقلاب على الملك وينشئ مملكته وإمبراطوريته التي تصبح بمثابة قصة رمزية تناقلها اليهود وحولوها إلى قصة موسى وهذا مثبت في مصادر كثيرة ليس موضعها هنا إلى اللقاء في القسم القادم ترجمة نانسي قنقر